يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة لا الواحد اليومين اللي فاتوا دول لظروف صحية تفاهمين الجو والبرد والحاجات دي فكان غايب اليومين اللي فاتوا وبدأ يقعد تحت البطنية كده ويفكر ويجمع ويشوف ويرائب اللي بيحصل اكثر هدوءا يعني غير مجردات الحياة اليومية اللي بنتحرك فيها فاتخلينا احيانا تركيزنا مش كامل فالواحد تأمل اللي بيحصل بدأ يتأمل اللي بيحصل واثناء هذه الفترة قصيرة يعني روي فيتوريا مشي بشكل رسمي من منتخب مصر بعدما وجه له اتحاد الكرة الشكر على الفترة الماضية طبعا هو جهازه المعاون والواحد وقف عند كام نقطة مهمين اول حاجة انه روي فيتوريا المدير الفني اللي اصبح سابق لمنتخب مصر هذا المدرب رحل عن منتخب مصر لانه فشل في الوصول لأدوار متقدمة اكثر في كأس النقام الافريقية من دور الست عشر بس روي فيتوريا ده بالشكل ده مشي من منتخب مصر مظلوم تم اقلته من تدريب منتخب مصر ظلما هتقول لأ استنى يا كريم ده انت نفسك قلت بعد مطش اللي احنا اخرجنا منه من دور الست عشر امام الكنغو قلت روي فيتوريا ده لازم يمشي صح قلت روي فيتوريا ده فشل فشل زريع صح اه قلت انك مظلوم فيه اه لقدت مظلوم جدا تكاسم امره في كده مظلوم جدا في روي فيتوريا تمام بس بصراحة مكدبش عليك يعني مكدبش عليك يقول لك ايه على عقد شريعة المتعاقدين الراجل ده في عقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم مفهوش انك لازم توصل لأدوار متقدمة في كاس النوم الافريقية مفهوش انك لازم تاخد كاس النوم الافريقية فيه انك توصل كاس النوم الافريقية توصل كاس عالم انا بقى كمدرب لما تمشيني دلوقتي ده معنى ايه معنى ان انا اتظلمت ما انت ما قلت ليش عايز كاس أفراك ايه انتوا بجده عايزين كاس أفراك اه والله كنا عايزين طيب ما قلت ليش يا جماعة في العقد كنت ااخد كاس أفراك هتوني بس انا مش فاهمك يعني انت دلوقتي عايز رولي في طريق يقعد ولا ما يقعدش هقولك لا مش عايز يقعد بس الراجل ده في قرارة نفسه دلوقتي والناس في اتحاد الكرة بيتكلموا معاه ويقولوا انتوا عايزين مني ليه اتنازل عن شرط الجزائي ده انتوا ظلمتوني ومشييني ظلم احنا ما كناش متفقين على كده فالخطأ من البداية كان عن اتحاد الكرة اللي مش عادف ومش فاهم ومش مؤهل انه يعمل عقد مع مدير فني كبير زي رولي في طريق هتقولي مدير فني كبير هقولك اه ما هو كبير وعاملت به محترم وله تاريخ عظيم بس انت مش عارف اصلا اهدافك ايه على فكرة وهنا مش بتكلم اتحاد الكرة الحالي ما تكلم الحالي واللي قبل الحالي واللي قبل قبل واللي قبل 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 كله يا جماعة شغال بالصدفة كله شغال وهي وظروفها وتيجي زي ما تيجي ولو روي بيتوريا ده كسب كسل او كان كسب يعني كسل اوهم الافريقية كان هيتقال يا سلام على الاتحاد العظيم ده اللي اختار روي بيتوريا يا سلام ولو خسر يبقى روي بيتوريا ده راجل فاشل وخلاص لا مش فاشل وخلاص روي بيتوريا طبقا للعقد اللي بين روي بيتوريا والتحاد الكرة مشي ظلم لاني دي مش من اهدافك مش مكتوب في العادة انه من اهدافك وكسب لهم الافريقية فنيا اه طبعا روي بيتوريا في رأيه يعني مش ما كانش يفيد منتخب مصر اولا وكان كمل يعني كان ممكن يبقى الضرر اكبر شوية لانه اظهر شخصية ضعيفة وعنده مشكلة واضحة في ادارة المنتخبات يعني في تفاصيل كده المهم مش روي بيتوريا خلاص صفحة وتقفلت وتكلمنا على روي بيتوريا وكلمنا على اتحاد الكرة وماشي خلاص اللي فات مات ماشي اللي جاي باقي ان شاء الله